حياكم الله مشاهدين أطباء غزة صامدون حتى آخر روح كما هم أهل غزة كل أهل غزة يعني كل يوم يثبتون لنا قدرتهم على الصمود وعلى التضحية وعلى يعني أن يظلوا على أرضهم ولا يغادرونها رغم الاستهداف ورغم القصف ورغم التجويع ورغم التنكيل ورغم الحصار إلا أنهم مصرين على أن يظلوا على هذه الأرض حتى آخر روح معروف مشاهدين ومنذ اليوم الأول أن الاستهداف كان للمستشفيات وللمنظومة الصحية وللأطباء منذ أن تم قصف المستشفى المعمداني واستهداف مستشفى الشفاء ويعني من خلال خلق مسرحيات وقصص ثبتة زيفوها وكذبوها ويعني اقتحموا المستشفيات وقصفوها وأخرجوا منها المرضى والكادر الطبي والنازحين واللاجئين في هذه المستشفيات مشاهد لم نكن نتخيل أبدا أن نراها إلا أن هذا العدو الصهيوني المجرم الضالع في حرب الإبادة والمجازر في غزة لا يستبعد عنه أي شيء حول هذا الموضوع يا مشاهدين ويعني لا يستطيع أحد أن يصف الوضع ويتحدث في هذا الموضوع إلا منهم في ذات الإختصاص ومن مارسوا الطب ويعلمون تماما حاجة الناس للأطباء وحاجة الأطباء لضمان أن تكون كل الإمكانيات متوافرة لكي يقدموا الخدمة للمرضى هذا في الظروف العادية فما بالكم في حرب حرب شعواء على الكبير والصغير على المرأة والرجل على الكهل وعلى الطفل هذه الحرب مشاهدين التي استهدفت الأطباء بشكل خاص أطباء غزة وحديث خاص مع الدكتورة زينب أبو عيشة استشارية أمراض النساء والولادة والعقم ورئيسة لجنة أطباء من أجل القدس في نقابة الأطباء حياك الله يا دكتورة زينب أهلا وسهلا حياك الله أهلا وسهلا دكتورة يعني أنا حكايت مقدمة وسأترك لك المجال اللي كي تتحدثي في هذا الموضوع صراحة الموجع الأطباء اللي هم الأصل يقدموا الإسعاف والمعونة ويمدوا يلي المساعدة للناس هم نفسهم أصبحوا ضحايا ومستهدفون هم مستهدفين أصلا نعم أولا أنا أود أن أتكلم بالمقدمة أن ما يمر علينا من أحداث هو شيء لم يحصل منذ أن خلق الله البسيطة وما عليها يعني لم يتخيل أنا كطبيبة لما تخرجنا من كلية الطب حلفنا يا مين أننا سنعالج عدونا بإخلاص يعني لو أنا إجاني في المستشفى يهودي رح أخلص في علاجه وكأنه أي شخص آخر هذا يمين لأنها مهنة إنسانية والأطباء المطلوب من الجميع أن يتعاون ويتعامل معهم بطريقة إنسانية لأنهم هم يعني سفراء الإنسانية ملائكة الرحمة هم اللي بيكفكفوا الجروح المرضى هم اللي بيعالجوا الأمراض يصير الطبيب مستهدف ويصير المستشفى ثكانة أسكرية هذا شيء لم يمر على الإنسانية كلها وإذا بتتذكري في بداية الأحداث أول ما تجرأوا على المستشفى المعمداني مستشفى تبشيري يعني مسيحي حسب ديانة الغرب المسيحي فهو كان جس نبض إذا هذا مرأ معناته كل رح يمر صحيح وبايدن الخريف تلعوا شو حكا قال الطرف الآخر هو المسؤول طيب صرحوا قالوا الطرف الآخر هو المسؤول يعني اليهود معهم شي خبر بعدين فاجأنا إنه الشفاء استهدف بعدين كمال عدوان استهدف كل المشافي أصبحت مستهدفة كل المراكز الصحية مستهدفة لو بل الأطب استشهدوا المسعفين استشهدوا سيارات الإسعاف سيارات الإسعاف كل شيء طبي كان مستهدف هذا دليل على إنه هذا المستعمر العدو الهمجي المتسلط الغاشم النازي هو يقصد كسر إرادة الإنسان بكسر الآمال في هذه الأرض لأنه لما الجريح يلاقي أنه الطبيب استشهد أو المستشفى اتدمر أو تخيلي عدائهم هو قسم الولادة بالتحديد صحيح قسم الولادة يحولوه في كل مستشفى بدخلوه إلى ثكنة أسكرية يا عمي مين بده يطلع من قسم الولادة والمقاومة نحن على ثقة أنهم رجال الرجل في المقاوم مستحيل لو مرتوا في قسم الولادة ما بيدخل فكيف بدك يدخل المقاوم في قسم الولادة فيعني هذا دليل على إنهم أولا باستغبوا على العالم كلياته اتهاماتهم كلها باطلة نعم نحن متعامل مع قضيتنا بعقيدة راسخة أننا منصرون وإحنا أصحاب حق ورحنا ننتصر عليهم وهم بتعامل بمنتهى الحقارة في كل الموازين في كل الأبعاد إذا أنت بتتفرجي وبتشوفي الواقع الحالي وللأسف الشديد العالم العالم ليس متغابي العالم بين متآمر نعم ومتورط ومتواطئ نعم ومنتظر أنهم يجهزوا على المقاومة وإن شاء الله منصورين نعم بإذن الله يعني دكتورة بعد هذا الكلام الجميل اللي ختمتيه بأنه فعلا منصورين لأنه إن شاء الله هذا هو فعل المهزوم هي حرب إبادة ويريدون أن يخرجوا هذا الشعب هذا إفلاس نعم اللي بيعملوا إفلاس صحيح لأنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا المقاومة في الميدان وانهزموا فهم يعني يستقوون على المدنيين والمستشفيات يعني بدي أستأذنك دكتورة نشوف تقرير عن الوضع الصحي والمنظومة الصحية في قطاع غزة ثم نعود لنخصص الحوار القادم حول الأطباء واستهدافهم والمستشفيات إذن لنشاهد مشاهدينا هذا التقرير ونعود لحوارنا مع الدكتورة زينب أبو عيشة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ت Онаدين نانسي قنقر نانسي قنقر أرض المعاد صح؟ نعم والكذبة الثانية أنهم شعب الله المختار نحن في قرآننا وبين أيدينا وهذا كتاب لن يحرف كتابهم محرف نعم من يصدق أنه الله اللي اسم من أسماءه العدل اسم من أسماءه العدل وهو عادل إنه يميز أبناء يعقوب عن سائر أبناء الأنبياء أو عن سائر ما إحنا من درية إبراهيم أنا كطبيبة بدأ أحكي لك معلومة ممكن كتير قليل ناس بيعرفوها إنه كتير ناس من اليهود من أحبار اليهود في المدينة أسلم وكتير ناس من يهود فلسطين دخلوا في الإسلام عمل في عالم يهودي عالم جينات وعفكرة إذا بتعملوا سيرتش عن مت موجود اسم العالم وكل عمل جينات اليهود الموجودين حاليا في فلسطين معظمهم لا ينتموا إلى بني إسرائيل صحيح هذول جايين عاطلين عن العمل ناس قاعدين عايشين حياة كتير بسيطة في أوروبا بطمعوهم إنه في الكو بيوت في بندفع عنكو مي بندفع عنكو كهرباء واسكنوا هاي المستوطنات جاهزة لمم هم لمم هم أمنين مأمنين وأرذل أرذل ما خلق الله يعني أنا بعرف من أرايبة في إلي ولادي عمومي وأهل في الخليل وحتى بالذات مدينة الخليل أوسخ مستوطنين عوجه الأرض موجودين فيها نعم يعني ناس همج ناس ممكن يؤذوا ما زاد الأفاق لموهم والله يا دكتورة وجبوهم على فلسطين الفكرة الثانية اللي بدي أحكيها أنه هم تأسسوا على كذبتين وهدول الكذبتين إحنا ودكتور أميرة ودكتور محمد عارفين أنه ربنا في سورة البقرة لما حكى الآية الكريمة اللي بتحكي عن تمكين أو استخلاف إبراهيم في الأرض اللي إحنا العرب من أبناء إبراهيم نعم وإحنا عنا دولة بحكمها هاشميين من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبناء إسماعي صحيح نعم لما ربنا شؤال في القرآن قال وإذي بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم قال إني جاعلك بالأرض للناس إماما للناس إماما نعم قال ومن دريتي قال لا ينالوا عهد الظالمين صحيح هاي واحد اثنين تاني واحدة في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبوري من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادة الصالح صحيح صحيح ثلاثة إن أكرمكم عند الله يأتقاكم نعم معناته هذه الحجة إنها أرض المعاد لا يريثها عبادة الصالح نعم وإنها دولة شعب الله المختار لا ينالوا عهد الظالمين هم ظالمين والأرض مش إلهم نعم والله سبحانه وتعالى ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام شؤال عنهم مغضوب عليهم صحيح وإحنا في كل صلاة والغير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم فإنتوا يا بني إسرائيل أنتم مغضوب عليكم أنتم لستم شعب الله المختار وهذه الأرض هي أرضنا من يوم الإسراء والمعراج صحيح هي أرض الأنبياء والمستخلف فيها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الفكر اللي عندي الدكتوري محمد وهذا فكر الدكتوري أميرة وهذا فكر الدكتوري الزينب هذا فكر نقيب الأطباء هذا فكر مجلس النقابة هذا فكر الجميع ما بتقدروا تدمروا هاي الأفكار نعم وابني والطفل اللي بيجي عائدي بدي أدرسوا هاي الجملة وأفهمهم أنتم لستم شعب الله المختار هذه عقيدة هذا الشعب أنتم لستم وهذه ليست أرض المعاد الأرض وأرضنا ونحن عندنا عقيدة إنه هو الأتقى هو الأقرب وهو الموكل بالحكم عند الله سبحانه وتعالى جميل دكتورة يعني مع جمال هالكلام اللي عم تتفضلي فيه لكن الوقت انتهى وإن شاء الله هيك يكون لنا استضافات قادمة ونستضيفك بعد أن يتحقق النصر ويتم رب العالمين النصر إن شاء الله وتنتهي هذه الحرب الإجرامية حرب الإبادة على أهلنا في غزة أنا بدي أشكرك جزيل الشكر بس بدي أعطي بس هيك دقيقة سريعا لأنه نخرج عم في كيلة انتهى الوقت الحرب لم تنتهي لا يجوز أن نفتر علينا أن نحشد علينا أن نقاطع علينا أن نتذكر في كل يوم إعلام مسيرات توفير ادخار في كل المحاور علينا أن نعمل من أجل تحرير ومن أجل مساعدة الإنسان في غزة اللي عم بدافع عن كرامة أمة جمعاء صحيح إن شاء الله ربنا يكتب أجرنا وما يجعلنا مع المتخابلين يا الله أمين كل الشكر لك الدكتورة زينب أبو عيشي على هذا الكلام الجميل الطيب ورسالتك إن شاء الله يا رب توصل للناس ونكون فعلا كلنا إحنا متضامنين متفاعلين نقدم أقصى طاقتنا ولا نكتفي فقط بالمراقبة والمشاهدة والبكاء ويعني فقط الدعاء على أهميته لا بدنا نتفاعل وبدنا نقدم لأننا مسؤولون نستطيع إن شاء الله وهذا توفان الأقصى كان من أجل أقصى في كل صلاة يجب علينا أن ندعي أن يرزقنا الله صلاة في المسجد الأقصى حررا بإذن الله قريبا عاجلا ليس آجلا إن شاء الله والمشاهدين الكرام إذن شكرا جزيلا الدكتورة زينب أبو عيشة استشارية أمراض النساء والولادة والعقوم رئيسة لجنة أطباء من أجل القدس في نقابة الأطباء وكنت ضيفتنا في حوار حول أطباء غزة صامدونا حتى آخر روح وسيبقونا إن شاء الله صامدين شكرا جزيلا مشاهدين سنكون بعد فاصل قصير مع الفعاليات التي سندعو حضراتكم للمشاركة فيها وبعض الفعاليات التي تمت في الأردن وخارج الأردن فاصل قصير وسنعود خليكم معنا